وينضم إلينا مشاهدين مباشرة من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي دكتور أحمد مساء الخير وأهلا بك بخصوص السياسة العراقية لتنويع مصادر السلاح هل هناك قوانين أو هناك توجهات معتمدة بهذا الخصوص هل هي تعتمد لمعايير سياسية مهنية أضعنا في هذه الأجواء لو سمحت ولو بيجاز نعم بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة في الإطار العام الحديث عن تنويع مصادر السلاح هو يأتي في إطار الارتقاء في المهارات القتالية والارتقاء في القدرات القتالية هذه يفترض في الدول التي فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية مستقلة ولكن ما يؤسفه لأنه برنامج التسليح بل حتى استراتيجيات التي يجري تبنيها في العراق والمؤسسة الأمنية والعسكرية هي مسيسة وبشكل كبير جدا ولربما السبب المباشر في فشل برنامج الـ F-16 هو كان سياسيا وليس عسكريا على اعتبار أن إمكانياتنا التقنية والعلمية قادرة على أن تواكب طائرة الـ F-16 بل تشكل نواة لتطويرها لأن نحدث منظومة القوى الجوية ونعززها بطائرات غربية وأنا في تقديري أن اللجوء إلى فرنسا وروسيا قد تكون فرنسا الغاية منها المجاملة أو المناورة ولكن التوجه الواضح أن الرغبة في التوجه باتجاه روسيا لأنها حليفة لإيران وهذه المعادلة بالحقيقة تسيس الملف وتجعلنا أمام دائرة كنا نخشى من قضية هيمنة المحاصصة على الملف الأمني والعسكري اليوم الخطورة تكمن في أن حتى التسليح دخل في إطار المزايدات السياسية والتوازنات السياسية وهذه المعادلة بالحقيقة لست في صالح للمؤسسة وللعراق وسياسته العليا نعم بخصوص التسليح هل هناك رغبات لدى قوى سياسية أو مثلا جماعات مسلحة بإضعاف الجيش العراقي إضعاف القوات الاتحادية القوى الجوية وغيرها من الصنوف هل تشعر هكذا نعم بالحقيقة هذه قضية أزمة عشناها إحنا كمعارضين سياسيين وأنا كنا عضوا في القائمة 555 انسحاب من القائمة وما ترتب عليها من آثار في إقصاء سياسي لأنه كنت معترض معهم على الملف العسكري كانوا لا يؤمنون أساسا بمؤسسة عسكرية وتقاطعنا معهم في هذا القضية قلنا أن الجيش هو يمثل كرامة وطن والتخلي عن الجيش معنى ذلك أنه يبقى البلد مستباح فقالوا أن البديل ما نمتلكه من أجنح مسلحة في أحزابنا ومنذ ذاك الوقت منذ 2006 وإلى الآن نلاحظ أن الدعم إلى الأجنح المسلحة للأحزاب وتقوية الأحزاب على حساب المؤسسات واضح جدا واستهداف المؤسسة العسكرية واضح جدا حتى الفساد في المؤسسة العسكرية فسادا مقصود على مستوى توهين القدرات القتالية والموارد البشرية فضلا عن وضع المؤسسة في دائرة المحاصصة هو أكبر ارتهان وتجزئة لأهم عنصر في المؤسسة العسكرية وهو الولاء شدة الولاء أصبح الولاء حزبيا وليس ولاء عسكريا لشرف العسكرية وشرف الانتماء للوطن دكتور أحمد كما تعلم أكثر من شركة صيانة سواء كان للمقاتلات للطائرات العسكرية ولمعدات عسكرية متطورة أخرى انسحبت من العراق لأسباب ذات علاقة بالقصف المتكرر لبعض القواعد التي تتواجد فيها هل تمكن العراق من بناء فرق صيانة محلية متخصصة مهنية كفوءة يمكن أن تعوض هذه الشركات؟ لا في تقدير إيجاد البديل مثلا مستبعدة جدا لأسيا ماذا أخذنا بنظر للاعتبار حداثة المشروع وبالحقيقة برنامج الـ F-16 ليس برنامجا نهينا يحتاج إلى تراكم خبرة وتجربة وكنا نفتقر إلى هذا القضية البرنامج منذ البديل لم ينطلق انطلاقة صحيحة لأنه أساسا ما كان هناك استقرارا سياسيا يجعل المؤسسات الأمنية والعسكرية تبتلك استراتيجيات على أساسها تبنى وتؤسس التراكب الخبرة والتجربة مسألة الاكتفاء الذاتي في مسألة صيانة الـ F-16 والاستقلالية عن الشركات المنتجة هذه قضية سياسية قضية فنية بعيدة كل البعد عن المنطقة مباشرة من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي شكرا جزيلا لك